ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مشاهدين الكرام سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وطابة أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجنا الأسبوعي المرحمة والذي لازم نواصل فيه المسير مع شيخنا الكريم الشيخ عمر ناجي في تفسير سورة الكهف هياك الله شيخنا ونبدأ ما بعضنا أولى محاول هذا اللقاء بعد هذه اللوحة الدعوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال حياك الله شيخنا الكريم وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمنتجدد شيخنا وقفنا عند أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة يعني وقفنا هنا في الأسبوع الماضي ولعلنا نبدأ المسير من جديد من هم أهل الرقيم وأيضا أصحاب الكهف وهل هؤلاء أصحاب الكهف لهم علاقة بتسمية الصورة بسورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو مبتدأ الحديث عن أصحاب الكهف في هذه السورة الكريمة سورة الكهف يقول جل وعلا في أول هذه الآية أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة قوله جل وعلا أم حسبت أم هذه يسميها العلماء أم المنقطعة وهي بمعنى بل وقال العلماء إن هذه أم غالبا يصحبها الاستفهام إما ظاهرا يعني أن الاستفهام بعدها يظهر أو أن الاستفهام يكون مقدرا أي غير ظاهر ومعنى هذه الآية وهي قوله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة يعني لا تظن أو لا تعتقد لأنه حسب بمعنى اعتقد أو ظن لا تظن يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم هي الآية الوحيدة من آياتنا العجب أو العجيبة وإنما هناك آيات كثيرة عجيبة بل أعجب منها وأعظم ولهذا ربنا جل وعلا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون فنجد أن الله جل وعلا آيات كثيرة عجيبة فخلق السماوات والأرض أعظم من قصة أصحاب الكهف وإن كانت هي آية من آيات الله ولهذا ربنا جل وعلا في هذه الآية يقول من آياتنا وهنا من تبعضية أي بعض آياتنا فهي آية من آيات الله عجيبة ولكنها ليست أعجب الآيات وإنما هناك آيات كثيرة عجيبة وقول جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف قيل لهم أصحاب الكهف لأنهم لازموا هذا المكان وهو الكهف مدة طويلة فنسربوا إليه ولهذا يقال أصحاب النار وأصحاب الجنة وإذ يقول لصاحبه وهو يحاوره إذ يقول لصاحبه لا تحزن فالصاحب هو الذي يلازم الشيء أو يلازم صاحبه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب الكهف قال العلماء هو النقب في الجبل فإن كان واسعا سمي كهفا وإن كان ضيقا سمي غارا هناك الغار وهناك الكهف فالكهف أوسع من الغار ولهذا ربنا جل وعلا في هذه الآيات آيات سورة الكهف أو آيات قصة أصحاب الكهف يقول وهم في فجوة من يعني هؤلاء أصحاب الكهف كانوا نائمين في متسع من وأما الرقيب فللعلماء المفسرين أقوالا أقوال كثيرة في معنى الرقيب قيل إنه اسم الجبل وقيل اسم الكهف وقيل اسم الوادي الذي به الجبل الذي به الكهف وقيل اسم مدينة أصحاب الكهف ولعل الصواب من هذه الأقوال أن الرقيم هنا من الرقم وهو الكتابة فمعنى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أي الكتاب الذي رقم فيه أسماؤهم وقصتهم والله تعالى أعلم ومنه قوله تعالى في سورة في سورة المطففين كتاب مرقوم أي مكتوب ورقيم هنا بمعنى ورقيم على وزن فعيل وفعيل كما قال العلماء يأتي في اللغة بمعنى مفعول ومنه فلان جريح أو إنسان جريح بمعنى مجروع وإنسان قتيل بمعنى مقتول وإنسان أسير بمعنى مأسور يعني تأتي فعيل على وزن اسم مفعول على وزن مفعول وهذا معروف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟ طيب شيخنا بعد ذلك بدأ الله عز وجل في سرد قصة هؤلاء الفتية نعم إذ أول فتية إلى الكهف إلى آخرين يعني لو تعطينا مجمل هذه القصة ثم نبدأ في سرد هي الآيات هذه فيها ابتدى الله جل وعلا بإجمال قصتهم ثم بعد ذلك فصلها فالله تبارك وتعالى ذكر في الآيات الأولى قبل نحن نقص عليك نبأهم بالحق ما قبلها كان مجملاً للسورة هكذا قال العلماء وما بعدها تفصيل لما أجمله الله جل وعلا في أول السورة فقصتهم باختصار شديد أن في الأمم السالفة قبل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام يعني إما كما قال العلماء إما بعد عيسى أو قبل عيسى كان هناك أمة من الأمم تعبد الأوثانة والأصنام من دون الله جل وعلا كانت أمة مشركة وظهر هؤلاء الفتية من بين هؤلاء الأقوام وكانوا من علية القوم كانوا من علية القوم فوحدوا الله جل وعلا وعبدوه وحده لا شركة فخالفوا قومهم على ما هم عليه من الشرك وعبادة غير الله جل وعلا ولكن يظهر أنهم تعرضوا للطهاد لأن الله جل وعلا قال في قصتهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا بل إنهم ما لجأوا إلى الكهف إلا من أذى حدث لهم من قومهم فهم أرادوا أن يفروا بدينهم إلى هذا الكهف الذي يعصمهم من أذى قومهم فالله تبارك وتعالى لما آووا إلى الكهف ولجأوا إليه وطلبوا من الله تبارك وتعالى ودعوه جل وعلا أن يهيأ لهم من أمرهم رشدا وأن ينشر لهم من رحمته فإن الله تبارك وتعالى استجاب دعاءهم وحصل من قصتهم ما حصل التي ستأتي تباعا في الآيات التي جاءت في هذه السورة الكريمة طيب شيخنا هنا ذكرتم أنهم كانوا من علية القوم وكانوا أهل إيمان يعني هذه المزاوجة كنا على خلاف ما كنا نقرأه أن الكبراء القوم دائما من أصل أنهم يعادون الحق ويعادون الدين نعم هذا ليس قاعدة مضطردة وإنما هناك استثناءات فامرأة فرعون ضرب الله جل وعلا بها المثل في كتابه الكريم وكذلك امرأة نوح وامرأة لوط كانتها تحت نبيين ولكنهم خانتها دين النبيين الكريمين وأما أمرأة فرعون التي كانت تحت رجل طاغية جبار كافر فإن الله تبارك وتعالى هداها للإيمان وكانت على خلاف دين فرعون فضرب الله جل وعلا بها المثل فهذا ليس من الأمر المضطرد وإنما لكل قاعدة استثناء إذا أوى الفتية إلى الكهف إذن هم يعني طبعا تقدير الكلام كما قال العلماء إذا أوى الفتية إلى الكهف أي يذكر يا محمد إذا أوى الفتية إلى الكهف أي لجأوا إلى الكهف فلما لجأوا إلى الكهف دعوا الله سبحانه وتعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا طلبوا أمرين طلبوا الرحمة لأن الرحمة يحتاجونها في مثل هذه الشدائط لأن كما قال العلماء عندما يعوي الإنسان إلى كهف فإن أسباب الحياة يعني تقل عنده لأنهم في غربة وفي مكان شديد فهم يحتاجون إلى تدبير أمر طعامهم وأمر شأنهم فهم طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يهيأ لهم رحمة من عنده فقالوا ربنا آتنا من لدنك يعني من عندك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر وقرب لنا من شأننا أمرا رشدا نسترشد به ونحتمي به من ملاحقة قومنا ونحو ذلك فالله جل وعلا ذكر بعد ذلك قوله ذكر قوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم قال جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمذا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا يعني أن الله سبحانه وتعالى لما أووا إلى الكهف أنامهم نومة طويلة والضرب على الآذان وهي حاسة السمع لأن كما قال العلماء أول حاسة يدرك بها الولد أو الطفل عندما يخرج من بطن أمه هي حاسة السمع يعني يخرج الإنسان من بطن أمه وهو يسمع بخلاف البصر فإن البصر يبقى أياما إما ثلاثة أو أكثر حتى يبصر الأشياء هذا بالنسبة للطفل فحاسة السمع أقوى في الإنسان من حاسة البصر ولهذا ضرب الله جل وعلا على آذانهم هذا النوم الثقيل حتى لا تزعجهم الأصوات أصوات الرياح أو أصوات الوحوش أو نحو ذلك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا سنين عددا هنا ما بينها الله سبحانه وتعالى وما حددها وإن كان حددها بعد ذلك بأنها ثلاثمية وتسع سنين فهذا اللفظ كما قال المفسرون عددا يشير إلى كثرة هذه السنين ومنه قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي تحكي قصة الوحي والحديث في صحيح البقاري كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد يعني ذوات العدد الكثير فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه يكثر من التعبد في غار حراء فمعنى سنين عددا هنا مجملة لكن الله جل وعلا فصلها بعد ذلك وقوله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمذا هذه من حكم بعث الله تبارك وتعالى لأصحاب الكهف بعد نومتهم الطويلة لأن هناك حزبين اختلفوا في مدة بقاء أو لبث أصحاب الكهف في الكهف وقيل هذان الحزبان هما أصحاب الكهف أنفسهم لأنهم اختلفوا في المدة التي مكثوها في الكهف وقيل الحزبان هنا هم طائفتان من قوم أصحاب الكهف اختلفوا كم مدة بقاء أصحاب الكهف في الكهف فقيل مثلا 200 سنة 300 سنة المهم أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من حكم بعثهم أن الله تبارك وتعالى يري عباده كم مدة لبثهم في الكهف طيب شيخنا بعد ذلك فصل الله عز وجل في القصة نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم كرر أيضا وصف بكونهم فتية هل المراد بنا في مرحلة الشباب؟ نعم هم لا شك أنهم في مرحلة الشباب لأن فتية جمع فتن فتية جمع فتن وقال العلماء أنها جمع قلة لأن فعله تأتي ويراد بها جمع القلة ما كان على وزن فعله فهم فتية لا شك وهم عددهم قليل ولهذا سيأتينا أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم هذا هو الصواب في عددهم فهم فتية يعني قلة إنهم فتية والفتوة غالبا قال العلماء إن الشباب مرحلة الشباب هي المرحلة التي تقبل الحق والدعوة أكثر من مرحلة الكبر والكهولة ولهذا نجد أن من استجاب لدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة أو في قريش عندما أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم في قريش كان أكثر من استجاب لنبينا عليه الصلاة والسلام هم الشباب لأن الكبار يأنفون من اتباع الحق ويعني يستمرون على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم كما قال الله جل وعلا ناعيا عنهم ناعيا طريقتهم إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون نعم ثم ذكر بعد ذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات شيخ الفائدة من تكرار القصة في وقت متلاحق كنا أن أتى بها مجملة ثم فصل هذا بالنسبة للإجمال هذا طريقة قرآنية مثل ما يقال الآن مثلا عندما يراد أن يعرض مثلا حدث أو فيلم أو نحو ذلك فإنه يؤتى بأكثر اللقطات إثارة لكي يحفز السامع أو الرأي على رؤية ذلك الحدث أو ذلك الفيلم فيأتيك باللقطات المثيرة لكي يعني يشد انتباهك وتقوم بمتابعة هذا الحدث فالله جل وعلا أجمله لشد الانتباه ولأجل أن تتابع القصة من بعد ذلك لأنها لا شك أنها قصة مثيرة لأنها آية من آيات الله جل وعلا لكن فيه هناك يعني في الآية السابقة قوله جل وعلا إنه فتية آمن بربهم وزدناهم هدى زدناهم هدى هذا دليل على أن الذي يؤمن بالله جل وعلا يوفقه الله جل وعلا ويزيده من الهدى وزيادة الهدى هذه تدل على زيادة الإيمان ولهذا ذهب كثير من أهل العلم من هذه الآية وأمثالها إلى أن الإيمان يزيد وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد ويلقص والله جل وعلا قال في كتابه ليزداد الذين آمنوا إيمانا وقال تعالى أيكم زادته هذه إيمانا وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى فكل هذه الآيات تدل على زيادة الإيمان وزيادة الهدى والله جل وعلا يقول أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فكلما كان الإنسان مستعدا لقبول الحق والعمل به وطاعة الله تبارك وتعالى فإن الله جل وعلا يوفقه ويسر له الأمر حتى يزيد إيمانا وقول أمنا زادهم هدى قال العلماء الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح زادهم هدى يعني علما نافعا وعملا صالح الآية التي تليها شيخنا التي سردناها وربطنا على قلوبهم هل هو شرح وتفصيل للآية التي قبلها فضربنا على آذانهم وربطنا على قلوبهم لأنهم كانوا في محنة شديدة والإنسان يعني لا يعني لا يثبت أمام المحن إلا إذا تبته الله جل وعلا ولهذا لاحظي أخي في هذه الآية لما قال وربطنا على قلوبهم لاحظ ما كان من قصة أم موسى عليه السلام ما كان من قصة أم موسى لما أوحى الله جل وعلا إليها وحي إلهام أنها تلقي بفلدة كبدها وهو رضيع والله جل وعلا يقول في القيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضت فأخذت هذا الطفل ووضعته في ثابوت أو صندوق وألقت به في البحر من الذي أو في النهر من الذي يستطيع أن يفعل هذا من الأمهات لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني ثبت قلبها على هذا الفعل والله جل وعلا يقول فيها وربطنا على يعني يقول سبحانه وتعالى في سورة القصص في قصة أم موسى لولا أن ربطنا على قلبها وإن كادت لتبدي به يعني تظهر جزعها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقال جل وعلا ويربط على قلوبكم ويربط على قلوبكم هذا في قصة غزوة بدر فالله جل وعلا ثبت أفتية أصحاب الكهف على الإيمان لكي يواجهوا الشدائد والمحن التي ألمت بهم ونزلت بهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فهم قبل أن يقوموا في قومهم ويدعوا إلى التوحيد ثبت الله جل وعلا قلوبهم وربط عليهم ولاحظ الربط هو الشد بقوة فلا شك أن قلوبهم كانت ممتلئة إيمانا وهزن وبهذا كان التثبيت وكان الربط طيب شيخنا جزاك الله خير وبرك الله فيكم وفي علمكم ونكمل بقية الآيات ولكن بعد متابعة هذه اللوحة الدعوية قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا هياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من هذا اللقاء صحبة شيخنا الكريم الشيخ عمر ناجي شيخنا وقفنا عند قوله وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض إلى آخره هل لديكم شيء في هذه الآية أيضا وما المراد بشطط هنا الشطط قال العلماء بمعنى الكذب والجور ونحو ذلك فلا شك أن دعوة غير الله تبارك وتعالى هو أكبر الشطط نعم دعوة غير الله جل وعلا هذا من الباطل ومن الزور ومن غير الحق فلا شك أنهم إذا دعوا غير الله تبارك وتعالى إلها من دون الله كانوا قد قالوا قولا شططا كما قال جل وعلا في الجن الذين آمنوا بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام وكانه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي كذبا وبهتانا وزورا فالشطط هذا معنى طيب شيخنا بعد ذلك هؤلاء قومنا اتخذوا من دون هنا يعني كأنهم يتحدثون عن واقعهم من المخاطب في هذا السياق أو من يتحدثون هنا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله هؤلاء قومنا يتحدثون فيما بينهم يعني يتكلمون عن قومهم وما كان منهم من عبادة غير الله جل وعلا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله هذا واقعهم أنهم كانوا وثنيين وكانوا مشركين وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله جل وعلا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بيّ يعني لو لا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة بينة ظاهرة أو بعلم على أن عبادة هذه الأوثان من الحق ولكن أن ذلك هذا لم ينزل به الله جل وعلا كتابا ولا سلطانا أن دعوة الأصنام أو دعوة آلهة من دون الله جل وعلا يعني تكون من العلم والبرهان ولكن هذا لا شك أنه من الباطل والزور والبهتان لو لا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا يبين الله جل وعلا معنى قوله فمن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا لأن دعاءهم أن عبادة الأصنام والأوثان من دين الله جل وعلا هذا دعاهم باطل وكما قال كفار قريش في أول سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفاء فهم يعني جعلوا هذه الأصنام وصائط بينهم وبين الله جل وعلا وهذا لا شك أنه من الشرق وهذا ليس من دين الله في شيء نعم طيب شيخنا وإذا اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكافي ينشر لكم إلى آخري هنا يا شيخ القضية أنهم لم يفعلوا يعني من ناحية العملية شيء كبير يعني قد ربما يؤذي أولئك القوم ومع ذلك حصلت لهم الأذية مجرد أنهم وحدوا الله عز وجل ونبذوا تلك الأصنام وتلك الأوثان يعني اضطروا أن يتركوا ذلك المقام حتى أنهم أووا إلى الكاف يعني هذه القضية الثنائية بين إقرار التوحيد وبين التمسك بالدين وبين موضوع الابتلاء يعني كيف يمكن فهمها في ضوء هذه الآية هو لا شك أن أغلى ما عند الإنسان في هذه الحياة هو دينه وهم كانوا قلة كما ذكرنا آنفا وكما قلنا ظاهر الآيات أنهم تعرضوا للطهاد وتعرضوا لأذن وهم أرادوا أن ينجوا ويفروا بدينهم من قومهم الذين لم يقرهم على التوحيد الذي كانوا عليه فقوله وَإِذَ اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ هنا في وقفة وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ هل هذا الاستثناء كما يقول العلماء متصل أو غير متصل بعض العلماء يقول هو استثناء متصل وَإِذَ اَتَزَلْتُمُوهُمْ أي اعتَزَلْتُمْ هَأُولَي الْقَوْمْ وعبادتهم غير الله جل وعلا ومنهم من قال وَإِذَ اَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ أي أنهم كانوا مشركين يعبدون الله جل وعلا ويشركون في عبادته جل وعلا وهذا الدليل في القرآن قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فمن الناس من يؤمن بالله ولكن يخلط في عبادته وفي إيمانه بالله غيره سبحانه وتعالى فتكون عبادته وإن كانت مقصودة لله لكن مع هذا الشرك تكون باطلا كما ذكرنا منذ قليل قوله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله فهم يعني أرادوا بعبادة الأصنام والأوثان أن تقربهم إلى الله جل وعلا زلفة فهم وما يعبدون إلا الله يقصدون قومهم أنهم خلطوا في عبادتهم لله غيره سبحانه وتعالى ومنهم ما قال الاستثناء هنا منقطع وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله لكن الله نعبده ولا نعتزله هذا معنى الآية طيب شيخنا هل هذا الكهف يعني معروف بعينه الآن أن هذا كهف أصحاب الكهف وهل يعني ذكرت مثلا في نصوص أخرى مثلا لا هو ليس معروفا في الحقيقة وإن كان بعض العلماء تكلم عن هذا الكهف وذكروا أنهم يعني بعض حتى بن عطية المفسر قال إنه دخل كهفا فوجد فيه أناسا يعني ظنهم أنهم فتية أهل الكهف ورأى أجسام قال إنها متحللة وأجسام غير متحللة متماسكة وقال إنه رأى عظاما بالية لكلب لكن هذا أظنه ليس يعني ليس يعني حقيقيا والله تبارك وتعالى يعني لو كان هناك مصلحة في معرفة مكان أصحاب الكهف لذكره الله جل وعلا أننا في كتابه لكن الأحسن أن يترك هذا وهو على كل حال ما دام الله جل وعلا قد قص علينا قصتهم فهي لا شك أنها قصة واقعة والقصد من مثل هذه القصص إلى عبرة والموعظة ونحو ذلك لكن يعني الخوض في لون كلبي أصحاب الكهف أو أسمائهم أو نحو ذلك أو صفاتهم ونحو ذلك أو في أي زمن هم أو في أي قوم هم هذا مما لا طائل تحته فما دام الله جل وعلا أضرب عنه ولم يذكره لنا فالأحسن ترك ذلك ولهذا الله جل وعلا يقول فلا في الآيات التي ستاته فلا تماري فيهم يعني لا تجادل فيهم إلا مراءا ظاهرا ما يعني لا تجادل فيهم إلا ما من خلال قصتهم التي عرضها الله جل وعلا وما يتدبر من آيات ذكرت قصتهم أيب شيخنا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة ما المراد هنا بمرفقة وأيضا موضوع النشر ينشر نحن قلنا إن لجوءهم إلى كهف موحش لا شك أنه يعني وهم في غربة لا شك أنهم يحتاجون إلى أسباب الحياة وأسباب المعيشة التي تقيم أودهم فهذا لا شك أنه يحتاج إلى إعانة من الله تبارك وتعالى لأنهم في انقطاعا عن الحضر وانقطاعا عن المدينة ولهذا هم لما قاموا من راقدتهم التي يعني أبقاهم الله جل وعلا فيها تلك المدة الطويلة كان أول شأنهم أن أرادوا أن يرسلوا أحدهم بورقهم يعني بالفضتهم وهي الدراهم التي كانت موجودة في زمانهم ليأتي لهم بطعام يأكلوه فهم طلبوا من الله تبارك وتعالى ولجوا إليه ودعوه أن ينشر لهم من رحمته سبحانه وتعالى ويهيئ لهم من أمرهم مرفقة يعني كما قلنا ومرفقة فيها قراءتان سبعيتان يعني قراءة لنافع وقراءة لعاصم نافع من معه وعاصم من معه والأكثر على قراءة مرفقة بكسر الميم وفتح الفاء وهناك من قرأها مرفقة يعني العكس بفتح الميم وكسر الفاء والمرفق هو ما يرتفق به الإنسان في أمر حياته مثل ما يقال هنا عن هذا العظم يقال له المرفق لأن الإنسان يعني يرتفق به بمعنى يتكي عليه ويعتمد عليه ونحو ذلك فالمرفق هنا ما يعتمد عليه المرأ في أمر معيشته وتدبير أمر معيشته طيب شيخنا وترى الشمس إذا طلعت هذه الصورة أيضا يعني الآية الكريمة هذه أهم ما يمكن أن يقال فيها وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال يعني هم نائمون كون أن الشمس تشرق أو تغرب ما الأثر الذي سيترتب عليه لهم هم في أنفسهم هذه في حد ذاتها كما قال العلماء آية من آيات الله جل وعلا الشمس عندما تطلع على الشيء يعني ترسل أشيعتها أو أشيعة ضوءها على الشيء فالله تبارك وتعالى أمال ضوء الشمس عنهم أي أنها لم تشرق عليهم مباشرة ولهذا في هذه الآية يقول وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا وفي قراءة تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين فهي لا تذهب بأشيعتها إلى الكهف مباشرة وهذه آية من آيات الله لأن الشمس مسخرة ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى يأمرها الله جل وعلا فتأتمر بأمره فالله جل وعلا أحال أشيعة الشمس عنهم فلم تصلهم لأنها إذا وصلتهم قد تحرقهم وقد تؤثر في أبدانهم فالله جل وعلا حين شروقها أمالها عنهم ومن العلماء من قال إن باب هذا الكهف لم يكن جهة الشرق وإنما كان جهة الشمال حتى لا تدخل الشمس عليهم لكن الصحيح أنها كانت في جهة الشمس والله تبارك وتعالى لم يجعل هذه الشمس تدخل عليهم وترسل أشيعتها على أبدانهم وإذا غربت في حال غروبها الشمس لأن الشمس تشرق وتغرب في حال غروبها فإن الله جل وعلا يعطي لأبدانهم شيئا من هذه الشمس لأن الشمس لا بد من أشيعتها لبدن الإنسان حتى يصح جسمه فهي في الغروب لعلها تكون أقل وهجا وأقل حرارة فإذا أرسل الله جل وعلا أشيعتها على أبدانهم كان ذلك أكثر حفظا تقريضهم يعني تلامسهم تقريضهم بعض العلماء قال يعني تعطيهم شيئا من لأنه منه القرض تعطيهم شيئا من ضوئها نعم طيب وهم في فجوة من ذلك من آيات الله إلى آخر أهم ما يمكن أن يقال شيخ قبل أن نحبج إلى الفاصل وهم في فجوة من كما قلنا في متسع منه يعني هم ليسوا في أول الباب وإنما هم داخل باب الكهف يعني في مكان متسع نائمون جميعا زكرا أخير شيخنا الكريم مبارك الله فيكم وفي علمكم ونكمل تفسير بقية الآيات ولكن بعد هذه اللوحة الدعوية قال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا حياكم الله مشاهدين الكرام في الجزء الثالث والأخير من هذا اللقاء الذي نصدقه به صاحب الفضيل الشيخ عمر ناجي شيخنا بعد ذلك وتحسبهم أيقاظا وهم رقود يعني كيف هذه الصورة كونهم أنهم نائمون وفي الوقت نفسه هم تظنهم أيقاظا الصورة هل كانوا يتحركون مثلا هل كانت يعني هو كل القولين قال به العلماء هم تحسبهم أيقاظا وهم رقود قالوا إن أعينهم مفتوحة ليست لأن النائم يقفل عينيه إذا نعم لكن هم أعينهم مفتوحة وكذلك التقليب لأبدانهم جهة اليمين وجهة اليسار يعني أحيانا يقلبهم الله وتبارك وتعالى جهة جنوبهم اليمنى وأحيانا جهة جنوبهم اليسرى وفي هذا حكمة سبحان الله يعني بيّنها بعض العلماء قالوا إن هذا التقليب لأن المدة طويلة أكثر من ثلاثة قرون فهذا التقليب فيه حفظ لأبدانهم لأن البدن إذا لامس الأرض ربما أثرت الأرض في هذا البدن وأكلته ولكن هذا التقليب يحفظ أبدانهم من أن تأكلها الأرض أو أجسادهم وكذلك هناك حكمة أخرى أشار إليها بعض المفسرين وهو أن هذا التقليب على اليمين وعلى الشمال لأبدانهم فيه توازن انتشار الدم في أبدانهم نعم لأنهم هم نائمون وليسوا موتا فهذا إذا جعلهم على هيئة واحدة فربما لم يحدث ثوازن في أبدانهم فقلبهم جل وعلا وأيضا هنا مسألة أخرى وهي فائدة ذكرها العلماء وهي أن الله تبارك وتعالى لم يذكر نومهم على الظهر ولا على البطن قالوا لأن أكمل حالات الإنسان في النوم أن ينام على شقه الأيمن أو شقه الأيسر ولهذا جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن ينام وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ونام على شقه الأيمن ثم شيخنا هنا ذكر لأول مرة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد هل كان أيضا هذا الكلب نائما معهم أم كان فقط للحراسة يعني أعطينا مجمل على يعني الحكمة أولا الحكمة من وجود الكلب بالوسيد والوسيد يعني قال بعض العلماء إنه الباب ومنه عليهم نار مؤصدة لأنها مقفلة الأبواب ومنهم من قال إنه فناء الكهف وجعل الله تبارك وتعالى الكلب بالوسيد لأن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة ولا تمثيل فلم يكن معهم داخل كهفهم وإنما كان عند الباب أو عند الفناء هذه مسألة المسألة الثانية وهي مهمة جدا أن هذا الكلب لما رافق الصالحين وكان معهم أعلى الله جل وعلا من شأنه فذكره في قصتهم وكلبهم باسط أي ماد غراعيه بالوسيد هل كان شيخنا حتى هو نفس الشيخ؟ نعم قال العلماء إن الله جل وعلا لأنه بقي معهم فلا شك أن الله أنامه وجعله آية أيضا من آياته العجيبة طيب شيخنا ما وجه كونك إذا رأيت هذا المشهد لوليت منهم فرارة ولا ملئت منهم ربا ما المرعب في هذه السؤال؟ نحظة قبل ذلك وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد استدلل استنبط العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يتخذ كلب حراسة لأنه جاء النهي عن اتخاذ الكلب في البيوت وأنه ينقص من أجر المرء أو المؤمن كل يوم قراط فلا شك أن إذا كان الكلب كانت هناك حاجة داعية لاتخاذه كان لا حرج في اتخاذه ومنه هذه الآية الكريمة هذا أمر ولهذا الكلب يجوز اتخاذه للصيد أو كما في سورة المائدة ويجوز اتخاذه للحرف وكذلك يجوز اتخاذه للحراس غير ذلك يا شيخ كما نرى اليوم نزينا ركالة لا هذا لا يجوز أبدا لأنه في شريعتنا أنه كما قلتم منذ قليل أن الملائكة لا تدخلوا بيتا فيه صورة ولا كلب ولا تمثيل طيب شيخنا الجزية الأخيرة لو طلعت عليهم لو وليت منهم فرارة ولو وليت منهم رعبة ما المرعب في هذا المشهد؟ هذا طبعا في صورة أصحاب الكهف أراد الله جل وعلا أن يحفظهم من الداخل إليهم فلو أن لو قدر للنبي أو لغيره من المخاطبين بهذه الآيات أنه وقف على أصحاب الكهف لفر منهم لول منهم فرارا لأن الله جل وعلا كما قال العلماء ألقى عليهم المهابة ففر منهم ولهاربا مع أنه لا يتبعه أحد ولا يلحقه أحد مجرد أناس أو أولاد أو شباب نائمين وكذلك ملئ رعبا أي خوفا شديدا وما قال ملئ قلبه رعبا قال ولملئت يعني كلك فهذا دليل على شدة الخوف منهم وهذا كما قال العلماء حكمته أن يحفظ الله جل وعلا هؤلاء الفتية إلى أن يبعثهم الله تبارك وتعالى ويقيمهم من رقدتهم تلك التي أنامهم فيها هذه المدة الطويلة نعم يعني هذا لحمايتهم لحمايتهم من يدخل لهذا الكهف نعم لحمايتهم حتى يبقوا إلى المدة التي أرادها الله جل وعلا وأراد توقيتها ببعثهم شيخ نبي هل العلماء ذكروا قضية كيف كان تتغذى أجسادهم هل في شيء في هذا الباب لا لم يذكر هذا وإنما هذا كانت من أعظم نعم من أعظم طيب شيخنا بعد ذلك ذكر الله عز وجل وكذلك بعثناهم هنا بعد ذلك النوم الذي استمر ثلاثة قرون ونيف قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم هم أنفسهم يعني لا يدرون يدركون حقيقة ما هم عليه شيخنا مثل هذه المعجزة أو هذه الآية بتعبير صح هل يمكن أن نقول أن مثل هذه الآيات لا تقع إلا مثل الأنبياء وعلى هذا يكون هؤلاء يعني معددون في صنف الأنبياء أم أنها من باب الكرامات لا هذه ليست ليسوا أنبياهم لم يذكر أحد من العلماء أنهم أنبياء لكن هم مجرد مجرد فتية مؤمنين وذكر الله جل وعلا قصتهم في هذه السورة لما فيها من الآية العجيبة تعتبر كراما تعتبر كراما لهم هذه واحدة الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى قال هنا في قوله وكذلك بعثناهم قال يعني ذكر العلماء هذا الفعل بعثناهم ليبين أن النوم شبيه بالموت بل الله تبارك وتعالى سماه وفاة في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فينسك التي قضى عليها الأجل ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار فالوفاء والنوم أو الموت والنوم يعني سبيل هما واحد والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل في الجنة نوم قال النوم أخو الموت فأهل الجنة لا ينمون هذه مسألة المسألة الثانية أن الإنسان إذا نام إذا نام الإنسان لا يدرك ينقطع الزمن عنده لا يدرك لا يدرك المدة حتى لو طالت مدته حتى لو طالت مدته لا يعلم كم المدة التي نامها ولهذا لا فرق بين أن تنام ساعة أو عشر ساعات بل بين أن تنام مئة سنة أو سنة أو شهر كله عندما تستيقظ لا تستشعر بالمدة التي يعني يبقاها الإنسان في نومه ولهذا يعني صار بينهم جدال في كم مدة لبثهم في هذه لأنهم كما قال العلماء عندما استيقظوا استيقظوا على الحالة التي ناموا عليها فوجدوا أبدانهم كما هي ومعنبيسهم كما هي فلم يدروا بالمدة التي مكثوها في رقدتهم هذا واحد الأمر الثاني ليتساءلوا بينهم هم دخلوا أول النهار وأبعثهم الله جل وعلا آخر النهار ولهذا قال بعضهم قال قائل منهم كم لبثهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني يوما كاملا أو بعض يوم لأنهم دخلوا كما قال العلماء في أول النهار وأرسلهم الله أو بعثهم الله جل وعلا في آخر النهار فاعتقدوا أنهم ناموا بضحة يعني يوما أقل من يوم أو بعض يوم نعم شيخنا بقية الآية قالوا ربكم أعلم يعني كأن كثر النقاش بينهم فاختلفوا ثم أحالوا الأمر لعلم الله عز وجل نعم قال العلماء لأن الأمر اشتبه عليهم فردوا الأمر إلى عالمه سبحانه وتعالى طيب شيخنا بعد ذلك قالوا ربكم أعلموا بما لبثتم فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما هذه الصورة ما المراد بها المذكورة هنا هم لما رجعت إليهم الحالة البشرية التي يعني باستيقاظهم يحتاجوا إلى الطعام لأن الجسد يحتاج إلى الطعام فأرادوا أن يرسلوا أحدهم وهذا من تدبير الله تبارك وتعالى لهؤلاء الفتية أن يؤثر الله تبارك وتعالى عليهم قومهم الذين جاءوا بعد قرون عديدة بعد ثلاثة قرون ونيف فأرادوا أن يرسلوا أحدهم وكان معهم كما قال العلماء كان معهم عملة زمانهم فقالوا فابعثوا أحدكم بوارقكم الوارق هو الفضة بوارقكم هذه إلى المدينة التي خرجوا منها مهاجرين وفاررين بدينهم إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما قال العلماء في هذه الآية دليل على أنهم من علية القوم لأنهم طلبوا الطعام الزكي الطيب الحلال وكذلك أزكى طعاما قال العلماء أيضا يجوز للإنسان ومباح له أن يختار من الطعام أطيبه وليس هذا خلاف الزهد ثم قال وليتلطف لأنهم أصنفارين بدينهم وخرجوا ملاحقين وليتلطف أي يتعامل بالحسن مع الناس ولا يشعرن بكم أحدا يعني لا يعني بحيث أنه يعثر بحيث أنه يعرف عن نفسه أو يعني يكون فيه مضر عليه وعلى مثلا شيخنا جاء ما يدل على أن يعني خلال هذه ثلاثمائة سنة يعني قومهم هم هم يعني إذا كان قلنا مثلا أنهم من طويل العمار الطويلة أم من أجيال جاءت أجيال وأجيال أخرى يعني خلال هذه المدة ولهذا هو كما قال العلماء عندما نزل من الكهف إلى مدينته تنكر له يعني تنكر حتى لنفسه قالوا أن يعني أعتقد أن به جنون هذا الذي أرسل وعلى فكرة هذه الآية أيضا فيها جواز التوكيل في الشراء كما قال العلماء فيه جواز الوكالة في الشراء لأنه ابعثوا أحدكم بورقكم هذه ففيه جواز الوكالة في الشراء وكذلك في البيع وهذه مسألة معروفة ومفرعة في كتب الفقه يعني مطرقة عند الفقه فهو لما خرج وقدم هذا الورق وهذه العملة استغربوها فقال البائع لأحد فتية أصحاب الكهف قال له هل عثرت على كنز قال وما ذاك هو أولا أنكر المدينة أصلا وأنكر معالمها لأن بعد ثلاثمائة وتسع سنين ستتغير المعالم لأن البيوت أيضا والمباني لا تبقها في الغالب هذه المدة وتغيرت شوارعها وأزقتها وتغير أناسها وربما حتى لباسهم تغير هيئة لباسهم فعلى كل حال يعني بهذا يعني عثر أصحاب المدينة بهذه الحادثة على يعني الفتية من أصحاب الكهف طيب شيخنا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا هل هذا تبع السياق المذكور ضمن نقاشهم أن أحدهم يدر هم بعد ما ذكروا هذا ولا يشعر أنه إنهم هذا فيه تعليل لأنهم معتقدين أنهم لم يلبثوا إلا يوما أو بعض يوم فخافوا أن أن يستدل أصحاب المدينة على هذا الذي أرسل بمكانهم فيأتوا إليهم ويفعلوا بهم هذا الذي ذكره الله لهو إما الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت أو يعني مع التعذيب والأذى يعيدوهم في ملتهم أي في عبادتهم وشركهم ولن تفلحوا إذا أبدا وأخذ العلماء من هذا أنه في شريعة من قبلنا أن الإكراه أن الإكراه غير يعني غير مرفوع عنهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث وهو حديث حسن إن الله تجاوز لأمة وإن علا له بعضهم بالضعف قال إنه ضعيف إن الله تجاوز لأمة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فقالوا إن هذا خاص بهذه الأمة وفي القرآن أيضا إلا من أكره وقلبه مطوئن بالإمان فقالوا إن الإكراه ليس يعني مرخصا أو مرفوعا عن أمة هؤلاء الفتية ولهذا قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا لأن الإعادة في الملة يكون غالبا بإكراه وليس بإرادة المؤمن طيب ولم تفلحوا إذا أبدا لأنهم إذا عبدوا غير الله واتخذوا من دونه آلهة فلا شك أن هذا المسلك يوصل إلى النار ويوصل إلى الجحيم وهذا خلاف الفلاح لأن الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب فإذا لم يفلح الإنسان فإنه لا شك أنه يكون مآله إلى النار وبئس القرار وهنا قوله ولن تفلحوا قال العلماء هذه هنا لن لنفي التعبيد يعني لا يكون فلاحا مع الشرك والكفر أبدا طيب شيخنا بعد ذلك قال الله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق من هؤلاء الذين سيعلمون أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها من المخاطب هنا مخاطب به أهل المدينة كذلك أعثرنا عليهم بمعنى أنه حصل يعني الخبر بهم وبقصتهم عرفوا أن هؤلاء عرفوا لأن يعني تبين لهم بعد ذلك أنهم ناموا مدة طويلة وأنهم كانوا في أزمان متقدمة وأن الأجيال تلاحقت وتغيرت وعرفوا أن طبعا أيضا يعني في قوله تعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا كان هناك علم في الأجيال التي تلاحقت بأن هناك فتيا خرجوا ولم يعثر لهم على أثر وتناقل الناس قصتهم واختلفوا في عددهم كما سياتي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وهكذا فهم لما بعثهم الله جل وعلا ووقف أهل المدينة الذين جاءوا من بعد أولئك الأقوام طبعا بعض العلماء قالوا أن هذه المدينة أصبحت موحدة وكان الملك الذي على تلك المدينة في زمان بعثه أصحاب الكهف أو فتيتي أصحاب الكهف كانوا كانوا على التوحيد ولهذا سيأتينا أن أنه أن الله تبارك وتعالى أعثر عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد الله حق أي قيام الساعة وأن الساعة لا ريب فيها فوعده سبحانه وتعالى بالبعث من بعد الموت وبالنشور وبقيام الساعة لا ريب فيه ولا شك فيه وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى على ذلك طيب شيخنا بعد ذلك إذ يتنزعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ما المقصود هنا بالبنيانا هنا طبعا لما لما هو بعض العلماء يقول إن الله تبارك وتعالى لما بعث فتية أصحاب الكهف وأعثر الله جل عليهم أهل المدينة رجعوا إلى كهفهم فماتوا جميعا هكذا يقول بعض العلماء فلما ماتوا وكانوا قد رأوا فيهم تلك الآية وأنهم كانوا أهل صلاح وأهل توحيد وأهل استقامة أرادوا أن يعظموهم ويرفعوا من شأنهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا يعني يعني اجعلوا عليهم بناءا مثل ما يقال الآن مثل قبة ونحو ذلك ابنوا عليهم بنيانا لكي يتذكرهم الناس ويتأسوا بهم ونحو ذلك وهذا في شريعتنا كما تعلم محرم قال الذين غلبوا على أمرهم غلبوا على أمرهم قال هم أمراءهم أمراء تلك المدينة لنتخذن عليهم مسجدا يعني لنبنين على قبورهم مسجدا وهذا كما قلت لك في شريعتنا محرم ونبينا عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قال كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهم كانوا يبنون المساجد على قبور أنبيائهم وهذا كما قلت محرم في شريعتنا لأنه وسيلة وذريعة لاتخاذ هؤلاء المقبورين أولياء من دون الله جل وعلا طيب شيخنا لختم بهذه الآية سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب إلى آخر الآية هذا النقاش فيما يبدو لنا أهل القرية أو المدينة نعم يعني بماذا يمكن أن نصف أو نشرح هذه الآية وإن شاء الله بعدها أن نتوقف هذا الذي يبدو لي والله أعلم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم هذا يعني كان ما بعد يعني في الأمم التي تلت يعني أصحاب الكاف وأهل المدينة لأن أهل المدينة شاهدوا بأعينهم هؤلاء الفتية وعرفوا عددهم لكن بعد سنين وعد قرون صار هناك اختلاف في عددهم وصار هناك جدان فبعضهم يقول إنهم ثلاثة رابعهم كلبهم وبعضهم يقول إنهم خمسة سادسهم كلبهم فالله جل وعلا لما ذكر القولين الأولين أبطلهما بقوله رجما بالغيب أي رميا بالغيب يعني ليس عندهم إنما هو تخرص ليس عندهم يقين بالعدد الذي هم عليه لكن لما ذكر القول الثالث سكت عنه فقال العلماء إن هذا القول الذي سكت الله عنه هو الحق وصار ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فسكت عنه ثم قال جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم هذا تفويض في عددهم ولكن قبل أن يعلم الله سبحانه وتعالى بالصواب في عددهم طيب شيخنا على كل حال نتوقف إن شاء الله عند هذه الجزئية ثم نكملها ونكمل وقية القصة للقاء القادم جزيلا الله خير شيخنا الكريم وشكرا أيضا من وصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة حتى نتق في حصة الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة موسيقى